السلام عليكم متابع قناة فضول المعرفة أرجو من الجميع الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد نحن البشر مدفعون بالرغبة في المعرفة وقد ساعدت القدرة على فهم طريقة عملياتنا وهيكلها على وصول جنسنا البشري إلى نقطة متطورة للغاية في تاريخنا حيث نحن اليوم على الرغم من أن البشرية تنتج بانتظام معالم تكنولوجية جديدة إلا أنه لا يزال هناك عدد لا يحصى من الحقائق الغامضة حول فهمنا للكون بالكامل بينما تسبب أسرار الحياة هذه من ناحية علامات استفهام كبيرة على أذهان الخبراء فإن الانبهار الذي ينبع من هذه الألغاز التي لم يتم حلها هو نفسه بلا منازع يصبح هذا الموضوع مثيرا بشكل خاص عندما ننتقل إلى مجال يبدو أنه يتجاوز الملموس في الأفق في حالة الكون لا يزال البحث في مهبه على الرغم من كل الصواريخ المرسلة إلى المدار والهبوط الناجح على القمر في عام 1969 في الوقت الحاضر لا نعرف سوى جزء صغير مما لا يزال مخفيا حاليا عن أعيننا في اتساع الفضاء لا متناهي السؤال عن مدى كبر الكون ككل هو عبارة عن الغاز ظلت البشرية تتعامل معها لقرون لا حصر لها مع فيديو اليوم سوف أقدم لكم آخر ما توصل له العلم الحديث حول هذا الموضوع وسوف نعرض لك الحالة الحالية للمعرفة الفلكية وسنتحدث أيضا عن سبب صعوبة الإجابة عن سؤال عن نهو حجم الكون إذا كنت تحب مقاطع الفيديو الخاصة بنا فيرجى دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلك مقاطع الفيديو المستقبلية فلنبدأ رحلتنا عن اتساع الكون ما يمكن أن نراه من الكون عندما نلقي نظرة على السماء المرصعة بالنجوم العملاقة في الليل يدرك الكثير منا مدى صغر حجمنا بالنسبة للكون الكبير وآلاف النجوم المتلألئة في السماء تشهد بصمت على حقيقة أن كوكبنا الصغيرة ليس سوى جزء صغير مما يعرف عموما بالكون ولكن حتى إلقاء نظرة سريعة على مظلة السماء يكفي أن نفهم أن الكون يجب أن يكون أكبر من أي شيء يمكننا حتى تخيله لكن هل يمكننا علميا أن نفهم كم هو كبير الكون بالتفصيل؟ لطالما كان هذا السؤال نقطة مركزية في مجال البحث الكوني بل إنه حتى داخل عالم الاحتمال أن هذا السؤال لا يمكن أبدا الإجابة عليه بشكل مرض لكن هذا لا يعني بالطبع أن الخبراء لن يحاولوا الإجابة عليه على أي حال فنحن نعلم حاليا أن الكون كما نعرفه اليوم قد تم إنشاؤه منذ حوالي 13.8 مليار سنة وهي العملية المعروفة باسم الانفجار العظيم الذي يصف بشكل أساسي تكوين المدة والمكان والوقت من تفرد سادق لذلك يعتبر ولادة كوننا في علم الكونيات الفيزيائي يلعب إشعاع الخلفية المايكرو ويف الكوني دورا مركزيا في دراسة الحالة الأولى للكون وهذا نوع من الإشعاع في نطاق المايكرو ويف الذي تم إنشاؤه أثناء الانفجار العظيم ولا يزال يتدفق إلى ما لا نهاية على الرغم من امتدادات المجرة اليوم بمساعدة القياسات المختلفة التي تفحص الإشعاع المذكور وتضعه فيما يتعلق بمسافات مختلفة نجح الباحثون في تحديد العمر التقريبي لكوننا في نفس الوقت وهذا يعني أيضا أننا قادرون حاليا على النظر إلى 13.8 مليار سنة ضوئية في الفضاء من الأرض إذا أراد المرء أن يتخيل هذا الظرف يمكن للمرء أن يخلق رسما كرويا مع الأرض كمركز يصف باقي الكرة الآن المنطقة التي يمكننا رؤيتها من كوكبنا الرئيسي الأزرق بلغة تقنية الكون المرئي يطلق علينا اسم أفق الحدث بالتفصيل يصف أفق الحدث طيفا من الكائنات التي يمكن أن نرى الضوء المنعكس من الأرض تقريبا لكن تلك العمليات التي تحدث خلف أفق الحدث هذه غير مرئية تماما حاليا لأعيننا البشرية لأننا لا تعرف بالضبط ما هو في الواقع وراء الكون المرئي فمن الصعب جدا الإجابة على مسألة الحجم الكلي للكون توسع الكون إذا نظر المرء في مسألة مدى ضخامة الكون في مجمله لا يمكن تجاهل حقيقة أساسية لأن الخبراء اليوم يعرفون الآن أن الكون يتوسع باستمرار بينما في وقت الانفجار الكبير جسم كان لا يزال على بعد حوالي 13.8 مليار سنة ضوئية من الأرض المسافة بين الجسم السماوي المعني وكوقبنا الأصلي هي الآن بالفعل 46 مليار سنة ضوئية نتيجة لتوسع الفضاء وهذا الظرف يعني أيضا أننا في المستقبل ستكون قادرا على رؤية الأشياء في السماء التي لا تزال مخفية عن أعيننا اليوم في نفس الوقت بسبب توسع الكون ستختفي بعض الأجرام السماوية من مخططات النجوم لدينا في المستقبل بشكل طبيعي خلال هذه الملاحظات نضع أرضنا في مركز هذا يرجع ببساطة إلى الظروف المكانية حيث لا يوجد لدينا خيار آخر سوى وضع علامة على كوكبنا الأصلي باعتباره النقطة المركزية في منطقتنا مخططات النجوم ولكن في أي نقطة جغرافية يقع كوكبنا الرئيسي الأزرق في الواقع داخل الكون المتنامي باستمرار من المستحيل الإجابة اليوم على قياس الكون كما ذكرنا في البداية تحاول فرق الخبراء الدولية بانتظام استكشاف أبعاد الفضاء بالكامل على الرغم من كل شيء يستخدم الخبراء عددا من الطرق المختلفة التي تساعد الباحثين على استكشاف الأبعاد العملاقة للكون تشمل طرق البحث الرئيسية بعض القياسات التي تبحث في إشعاع الكون المبكر باستخدام حركات الإشعاع هذه ويمكن للعلماء تحديد نسافات مختلفة ومحاولة قياس أبعاد الكون أقدم مصدر ضوئي معروف تمكن الباحثون من تحديده بهذه الطريقة يبعد 92 مليار سنة ضوئية عن الأرض ولكن هذا لا يعني أن الكائن الموجود هو في الواقع المكون الأبعاد للكون في مكان ما هو في الواقع أكثر صعوبة للإجابة مما قد يفترضه الكثير منا في البداية بشكل أساسي أنه كلما كان الجسم بعيدا عن كوكبنا الأصلي كلما استغرق الضوء المنعكس منه وقتا أطول للوصول إلى أرضنا تكون بعض الأجسام في المجرة على هذا النحو على بعد مسافة كبيرة منه تستغرق أشعة الضوء التي تنبعث منها أحيانا مليارات سنين قبل أن نتمكن من رؤيتها من الأرض وفقا لذلك لا يزال هناك حاليا عدد لا يحصى من أشعة الضوء في الكون في طريقها إلينا والتي كانت تسافر عبر الكون لمليارات السنوات ولكن لم تصلنا بعد إلى مسألة شكل الكون لحساب حجم كائن ما فمن الضروري معرفة الشكل المقابل للشيء ولا يزال الشكل الفعلي لكوننا سؤالا لم يتم حله ضمن البحث الذي لم يتم حله حتى الآن تم الرد عليها بشكل مرض بينما يشك بعض العلماء في أن كوننا مني مثل كرة قائمة بذاتها يعتقد الخبراء الآخرون في الكون المتعدد على أن الكون هو بالأحرى فضاء مسطح وهو أيضا لا نهائي إذا اتبع المرء الأطروحة الأولى فسيكون كوننا عبارة عن بنية قائمة بذاتها مع نقطة نهاية في مكان ما لذلك إذا كانت مجرتنا هي بالفعل بنية محدودة فمن الناحية النظرية على الأقل سيكون من الممكن تحديد أبعاد الكون رياضيا بشرط أن يكون لدى الخبراء البيانات اللازمة ولكن إذا كان كوننا غير محدود فإن مسألة الحجم هي ببساطة نقطة لا يمكن الإجابة عليها بالتعريف ولا يمكن تخصيص حجم لأشياء لا نهائية لأنها لا تنتلك نقاط حدية من شأنها أن تسمح بتفسير رياضي وفقا لبعض تصريحات ناسا فإن الكون عبارة عن بنية مسطحة كبيرة بشكل لا نهائي لكن كوننا نفسه له عمر محدود وكما ذكرنا سابقا فقد تم انشاؤه منذ حوالي 13.8 مليار سنة وهذا هو السبب في أنه ممكن فقط التحقيق في الفترة الزمنية بين الانفجار الكبير واليوم سؤال سريع حتى لو كانت فرق الخبراء الدولية لا تعرف حاليا مدى ضخامة الكون حقا يمكن للباحثين أن يقولوا على وجه اليقين أن الكون هو عبارة عن بناء ضخم بشكل لا يصدق وربما حتى لا نهائي يتجاوز كل آفاقنا بأبعاده الهائلة والاستكشاف الدقيق للكون هو في الأساس عمل سيشمل أجيالا لا حصر لها من الخبراء وعلى الرغم من أننا ربما لن نعرف أبدا في حياتنا مدى ضخامة الكون بالتفصيل فإن هذا الظرف لن يقلل من افتتاننا بالعالم المثير للنجوم والكواكب الغير معروفة ما رأيك في الحجم الحقيقي للكون؟ هل تعتقد أن الكون هو كيان مغلق أو بناء كبير بشكل لا نهائي؟ لا تتردد في إخبارنا بأفكارك حول هذا الموضوع في التعليقات؟ شكرا جزيلا ونراكم في المرة القادمة شكرا لحسن المتابعة لقاكم في الفيديو القادم شكرا للمشاكة